وبقية القائد غدا نظلنا برمج الأحد الرياضي تتفضلوا كنية وادف هدف لصالح الترجي معين الشعباني كنا نحكيه منذ قليل قلنا أن مدافعين الترجي يقدموا للهجوم يستغلوا طول القامة يستغلوا الخبرة أيضا في محاولة لاستغلال الكورات الثابعة هذا ما يحصل في الدقيقة 17 معين الشعباني مدافع الترجي وقائد فريق يستغل هذه الكورة الثابعة وأمامكم على الصورة يحقق الهدف الأول لصالح الترجي الأسبقية واحد صفر سامح الدربالي يتسرب من اليمين يوزع في القائم الثاني غياب التغطية يتمكن سيف الله المحجوب من إضافة الهدف الثاني بتصويب غالط الدفاع والحارس القائم الثاني واتها كما يقولون الكورة سيقلي سارب كل قوة وعلي سارب الحارس محمد الزوابي المحجوب يسازل الهدف الثاني لصالح الترجي في الدقيقة سبعة وعشرين سبعتاش وسبعة وعشرين سبعتاش هدف أول معين شعباني شاهدوا الإعادة التوزيع كانت من سامح الدربالي في القائم الثاني سيف الله المحجوب كل القوة يسدد وغالة محمد الزوابي هو أمامكم محجوب العادة لكن الهدف يأتي من جهة الترجي إثر وجوه معاكس قاده اليوسفي الصغير جسومة ما يسيترش على الكورة ويهيئها أمام الدربالي وهاجم الترجي ما يرفضش الهدية ويساجل الهدف الثالث صنح الدربالي سرعة الهجومات